2 عملية تتبيت القرنية عملية تتبيت قرنية عملية نعملها عشان القرنية حصل فيها ضعف سواء ناجم عن مرض القرنية المخروطية او ضعف حصل بعد اجراء عملية تصحيح ابصار لحاجة ماسميه بستلزك كتسيا عملنا العملية لمريض محترمش قواعد فيها عملناها لمريض سمك قرنيته قليل او ضعيف او احنا شكيينchl ان هيح takichضارatique في المستقبل هيحصله او اصوم المستقبل واحصله بستلزيك كتسيا وضعف بعد اجراء عملية تصحيح ابصار في هذه الحالة بنعرض القرانية لمادة اسمها فيتامين بي بنعمل طبعاً الإجراءات داخل غرفة عمليات بعد تعريض القرانية لمادة الفيتامين بي بنحب إن احنا نعمل لها تثبيت بالأشعة فوق البنفسجية بنعرض القرانية دي لأشعة فوق البنفسجية لفترة محددة من الزمن تبقى لنمو جرامز موجودة عندنا كمية طاقة محددة إحنا برضو محددينها وعرفينها بعد تعريض هذه القرانية للأشعة فوق البنفسجية القرانية دي لنسجية بتاعتها بيحصل لها حاجة ساميها أو تثبيت من هي جزئات القرانية بداية ما هي العينة وضعيفة بتبقى ثبتة وما يحصلش ضعفة للمريض بعد كده ده بالنسبة لتثبيت القرانية احنا تسألنا في السؤال ده كتير أتمنى أكون في التوكو وقلت لكم علومة بشكل كويس وشكراً عن طبيعاتكم الليّة وأتمنى لكم نعمة النظر السليم